السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد كانت مننا يا ربي يلقاكم في تمام الصحة والعافية وبأحسن الأحوال علامة يورام كيف العادة واحد الفيديو اللي هو سهل و بسيط و في المتناول أقبل ما نبدأ هذا الفيديو كانت مننا اللي باقي ما اشتركش معنا في القناة يضغط على زر اشتراك ويفعل جرس باش يوصلوا كل جديد ودبعا نبدأوا على بركة الله الفيديو دينا بالنسبة للأشياء اللي غنحتاجوا للفيديو دليوم كي كتشوفوا هنا يا عندي علبة بالنسبة للعلبة أي علبة كتوفروا لها أي حجم عندكم ماشي مشكيل عندي هنا الورق اللاسق وعندي هنا القطعة دي المرأة اللي قطعتها على العبار ديال هاد القطعة الكارتون اللي عندي أول حاجة غدي نديرها غدي ناخد هاد القطعة الكارتون اللي عندي وغادي نغلفها من الداخل كامل بهذا الورق اللاسق اللي هو يحتى هو في اللون في الضيع لحسب المرآت صافي كان بدلا ناخد القياس اللي عندك كتشوفو هنا كان ناخد العبار وكان ناخد الميقص وكان قطع يعني العبار اللي غادي نحتاج بالنسبة لهذا الورق هذا بالنسبة لهذا الورق التعمل ديالو اللي بنت اللي كي سولو له كيدر 15 درهم للرولو صافي بعد ما قطع الورق كان جي لدخل بهذا الشكل هذا وكان بدلا نغلف الجوانب بهذا الطريقة هادي كنرقزو على الجوانب اللي عندنا لداخل لان بره ما شي مشكل كل شي غادي نغطوه بالمرآت او لابز وجاج صافي كان نكملوا الجوانب كامل كان دوروا بالورق بهذا الشكل هادي كي كتشوفو مباشرة كان ناخدو ميقص وكان بدلا نقطع الجوانب بهذا الطريقة هادي باش كان طوي هذك الورق الداخل كي كتشوفو هكا على برا بهذا الطريقة هادي صافي نفس الطريقة كنكمل الجوانب بربعة من بعد كندوز للوسط بغيتو تديرو ميرآت في الوسط غايت جي بطبيعة الحل احسن واجمل ما كنتوش كتشوفو على ميرآت ديرو غا الورق اللاسق وبالنسبة للجوانب حتي لابقوا باقي بانو ليكم شي فراغات ماشي مشكل بعد اتخدو الاستراس وطلسقو بي هاد الجوانب هادو كاملين غادي تتبتو بالاستراس وهكا ما ديش يبقى يبانو ليكم دوكل فراغات اللي كانين نهائيا صافي دا بغا ندوز باش نتبت الميرآت اللي عندي بالنسبة لاحسن حاجة كن تبتو بها الزجاج هي السيليكون اي نوع كيفما كان بالنسبة لهات السيليكون تعمل ديالو ما بين 15-20 درهم يعني اكا نصحكم انكم تستعملوا السيليكون انا فاجت نخدم به القاتوة تسالة ولكن انا نستعمل مسدس شمع لان الكاليتي ديالو زوينا صافي كنخلي مسدس شمع لاندي كيسخن مزيان هانتو ما كيكا تشوفو البخار كي تصعد منو ولكي ردو البال معه يعني لان الحرقة ديالو صعيبة بزاف صافي كنحاول ندروح الكيميالة بأسة بها من مسدس شمع وكنناخد هديك الميرآت اللي قطعتها على شكل مستطيل يعني على العبار ديال هاد الكارتونة هادي اللي عندي كنضغطع لها مزيان حتى كتشد راسها صافي بهالطريقة هادي كيكا تشوفو وردو البال مع هاد الزجاج انا جرحني لانان انا قطعتو غي في المنزيل انتو ما فاشتبشو تقطعو هالناس اللي كيبيعو الزجاج قولو لهم انهم يحكوهم على الجناب باش هكا ما يجرح كومش كيف قلت لكم يعني انا حتى الاخر لحدة كنت عندي ميرآت وقطعتها غير في الدار صافي بنفس الطريقة كنجي لجواني بالاخرين حتى هما كنديلهم مسدس شمع انتو ما كنتو هاتستعملوا السيليكون كتدرو حتى طبقة كاملة السيليكون على هاد القطعة الكارتون وصافي كتاخدو الميرآت ديالكم عادي وكتلسقوها بهالطريقة هادي كتضغطو عليها حتى كتشد راسها صافي النفس الطريقة غادي نكمل الجواني بربعة غير باش ما نطورش عليكم الفيديو يعني كنديرو السيليكون او لا بالنسبة لي انا كنخدم غير مسدس شمع وصافي كنتبتو القطع بربعة مع بعدياتهم تكيشدوا راسهم صافي النية يعني كيف قلت للكم نفس الطريقة غادي تبقى لقطعة الاخيرة حتى هي غادي نطبتها مزيان وبالنسبة للسيليكون را اني را كياخد وقتو كيحتاج واحد الليلة كاملة باش كينشف انتو ما فاش تبتو على الكارتون الاحسن تاخدو مقبطات وتشدوها كامل اعلى حتى ينشف باش هكا تضمنو انه يعني تبت لكم مزيان وشد بلاستو وعندي واحد يعني واحد سؤال بالنسبة للفيديوهات الاخرة اللي حتى ما فيهاش تفاعل نهائيا الى كان ممكن تقولوا لي السبب يعني واش الفيديوهات ما عجبوكمش او لا يعني او لا الاشعار للفيديو ما وصلكمش يعني لا عندكم شي اقتراحات او لا شي هكا باش تفيدوني خلوا هالي في التعليقات وانا كان قرأ جميع التعليقات باش هكا حتى انا يعني نعرف الخالة الفين كاين صافي دا بنكمل لما نطول عليكم كيف قلت لكم نفس الطريقة كنناخدوا القطعة الاخيرة اللي درنا بهات الشكل كنتوا غاد خدموا بالسيليكون اللي هو كيبقى احسن وسيلة غاد يديروا فوق هذ القطعة الكارتون كاملة السيليكون بالنسبة ليه كيكا تشوفو كنستعمل غير مسدس شمع وصافي عادي يعني غاد يتبتوا القطعة احتها هي مع مع الجواني بغاد يديروا السيليكون في الوسط ومع الجواني باش هذيك القطعة يعني الجواني بيجوا متحدين او لا يجوا كاملين لاسقين مع بدياتهم هنقبل ما كان لاستقاد المرأة كان حاول اناني نمسحها مزيان سواء بالخل او لا بالمد باش كيسمسحو الزجاج يعني كيبقى ليكم الاختيار والي حسب ليم توفر عندكم سافيكا ناخد القطعة الاخيرة كيكا تشوفو كنتبتها وبالنسبة القاعدة اللي في الاسفل عندكم الاختيار اما تلسقو لها الورق اللاسق او لا تكتفيو انكو تسبغوها باللون فيدي هنا عندي مرأة يعني اللي قطعة الفوق كغيطاء هنا عندي واحد الاكسيسوار واختيت هاد الزجاجة هذي اللي كتكون فطريات درتها هكا كمقبض يعني من الاعلى هكا واختيت هاد الاكسيسوار للبلاستيك اللي عندي درت فيه مصدس شمع من الدخل باش نضمن ان هاد المقبض هادا يشد مزيان سافيكا ندوس دابل الجوانيب حتى هما كندير لهم مصدس شمع باش غادي نتبتو فوق ديك الزجاجة اللي عندي باش هكا الزجاجة يعني غادي ندفلها واحد اضافة واحد الجمالية كيكا تشوفو بهالطريقة كنحاول اناني نديرها في الوسط وكنتبتها مزيان وصافيكا تشد راسها دابا بالنسبة للجوانيب هكا يعني غادي ندفلهم واحد اللمعة باش ما تجيش هاد العلبة هكا يعني باش ما تجيش سامبل غنضيفوها واحد اللمعة كنناخد سكوتش او لا اي لاصق عندكم كنتبتوه مع الجوانيب كنخلي واحد سنتيم سنتيم او لانس سنتيم على حساب الرغبة ديالكم وكننصقوا هاد الورق صافي هنا غادي ناخد هاد الكولا هادي او للغير على الابيض او للكولاد الخشب غادي نبقى الاصقها مع الجوانيب يعني غادي نديرها مع الجوانيب هاد الشكل نفس الطريقة غادي ندور بالجوانيب كاملين ندير هاد العلبة هادي اللي عندي كندير لها هاد الكولا او من بعد غادي ناخد الحبيبة اللامعة اللي كان نخدم بهم ديما بهاد الشكل هادا غادي نديرهم مع الجوانيب حتى هما يعني كنديرهم فوق هاد الكولا باش هكا كيف قلت لكم غادي نضيف واحد اللمعة لهاد العلبة هادي اللي عندي صافي انا غادي نكمل بنفس الطريقة باش ما نطورش عليكم الفيديو كتر ونطلقاو باش نشوفو الشكل النهائي د العلبة اللي شاركت معكم اليوم هادا هو الشكل ديال هاكي كاتشوفو كاتجي شي حاجة اللي هي راقية وزوينة وكيف كان قول ديما صايبنا شيء من لا شيء هكا ممكن تحطوها يعني لعندكم شي قليصة رومية غيجي شكل ديالها آنيق وراقي فوق الطاولة ممكن تزينوا بها ليكوان ممكن تحطوها في غرفة النهوم تديروا فيها الأكسسوار ديالكم يعني كيبقى لكم الختيار او لا ممكن بالنسبة الناس اللي كيعجمهم حطوا الشوكولة فوق الطاولة تعمروها هكا بالشوكولة من اللي كيجيو عندكم بديف وهي ما انا شاركت معكم الفكرة وانتوا ما تحطوا فيها الاشياء اللي بغيتوا كما انكم ممكن تاخدوها كمشروع مربح ليه ما لا يعني هكا الناس هدلوقتك يبغيوا يعطو الهدايا يعطوها كهدية كيجي شكل ديالها زوين وهذا هو الفيديو دياليوم بلا ما نزيد نطول إليكم كتر وكيف كان نقول ديما كانت مننا يا ربي نكون خفيفة ضرفة على قلبكم ونكون فتكم ولو بالقليل وشكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة